اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقائها مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لايل أسترين بمقر الهن تضمير في ناشترا كما الفق السيد أنتوني بلينتون وزير الخارجية الأمريكية والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي والسنة الإنسي ترهام عضوى المجلس الشيوخ الأمريكي كما عقد السيد الرئيس اللقاء مع نقبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكية لبحث للسيدي لدفع تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثنائرية بين الجانبين والسيد بابيد مالباس رئيس البنك الدولي وكذا السيد جيك سوليدان مستشار الأمن القومي الأمريكي وذلك لبحث سلو لتعزيز العلاقات التنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة